يعلن المعهد العالي للعلوم الشرعية ودار الإفتاء الليبية عن افتتاح مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب وإتاحة خدماته للباحثين والطلاب المعرفة وذلك في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر لعام 2020 تقوم رؤية المركز على السعي لتأسيس وعاء فكري وثقفي يساهم في نشر الوعي عبر رفع مستوى القراءة وتهيئة بيئة البحث العلمي والتدريب وفتح مسارات للعلماء للاستفادة منهم كل ذلك من خلال أنشطته الرئيسية التي تتلخص في إتاحته للمكتبات العامة للجمهور وإقامة المحاضرات والندوات والدورات التدريبية وورش العمل والملتقيات والمؤتمرات ونشر البحوث والأوراق العلمية وإصدار المجلات والدوريات بالإضافة إلى رعاية المتميزين وتأهيلهم في مجال البحث العلمي والكتابة كما أن المركز يضم قاعات مجهزة بأحدث التقنيات للمساعدة على إجراء ورش العمل وإلقاء الدورات التدريبية هذا وسيكون ضمن مراسم الافتتاح حفل تخريج الدفعات الأولى للمعهد العالي للعلوم الشرعية مركز الشيخ علي الغرياني للكتاب قريبا في الثامن والعشرين من نوفمبر الفين وعشرين